خلينا نكون واقعيين أن هناك اختلاف في الإسلوبين يعني الإسلوب الإسرائيلي والإسلوب الإيراني الإسلوب الإيراني واضح هو يعني يمارس الغموض العسكري نسميه وهو استخدام حرب الوكلة أو بعض الحروب الشباحية أو أدوات الحرب الشباحية أما إسرائيل منذ أربعة عوام واضحة المعالم تستهدف بشكل مباشر إيران يعني الإيرانيين يمارسون الاحتواء في الضربات الإسرائيلية لن يردوا بشكل مباشر بالرغم أن هناك كثير من الضربات وكثير من الخسار المستوى القادة وقادة الصف الأول في الحرس الثوري الإيران ما يجري من عمليات سواء كانت إسرائيل أو الواتحة الأمريكية أو إيران هو مخاض الحرب الأقليمية وهذا أمر وارد جدا لأسيما أكو عامل مهم جدا في هذا الأمور هناك موانع لإيران أن تستخدم القوة نعم إيران تمتلك المرونة تمتلك التحشد تمتلك تواخيل هدف تمتلك شؤون إدارية معلومات عدها تمركزات تحيط بإسرائيل كل هذه تسهيلات تسهيلات عسكرية لإيران أن تستخدم القوة ولكن مشكلة بالقرار ولذلك أنا أعتقد يعني إيران ما أعتقد أن ستكون ضربة بهالمستوى الكبير نعم ولا يمكن فعل هذا الموضوع كسيناريو ولكن ستقفى ممثلة السيناريوات يا ما تتخذ قرار إيران أنه ترد بشكل مباشر وهذا يعني يضحض مبدأ الغموض العسكري اللي يتمارس على مدى ما يقارب حوالي خمس سنوات وست سنوات في استهداف القوات الأمريكية وفي ضرب إسرائيل أو كالعادة يعني تخول الأمر إلى الوكلة وبالتالي تناعى نفسها منه هي استخدمة القوة كما جرى في اليمن وكما جرى في الضربات من الفصائل العراقية أو في سوريا وما تمزج ما بين الحالتين بس كلا السيناريوهات أو جميع السيناريوهات الثلاثة تقودنا إلى شيء واحد أنه من نسبة لإيران يعني خوض حرب نظامية هذا مخالف للعقيدة العسكرية أو العقيدة السياسية الإيران إيران لا تخوض حرب يعني أكو مبدأ مهم بالنسبة يعني درس فيها تبروه من حرب 88 وحد مع العراق 80 88 أنه لا تدخل بحرب نظامية مباشرة تستخدم استراتيجية الاقترابة الغير مباشرة اللي هي استخدام الوكلة وتعرف يعني هذا غير مكلفة بالنسبة لها وربما يعني ممولة من أدوات الموجودة فيها اثنين ونقطة كلش مهمة تصعيد المباشر يعني إعلان حالة حرب يعني إذا إيران قد ذهبنا للسيناريو الأول أن نستخدم القوة مباشرة يعني هنا أعلان حالة حرب من إيران بشكل واضح وهذا يعني نقول لح تبقى شيء مهم أولا دعم للتحدة الأمريكية في ظل التفاوضات والتفاهمات السرية أو التجارة منذ عوام مع إدارة بايدن أيضا عامل مهم بالنسبة لها يعني فقدان قيادة الصف الأول على مدى أربعة عوام نوعا يعطي خلل خلل عملياتي في الأداء لأن هؤلاء القادة هؤلاء دوي خبرة وممارسة وفهم بالضبط نقول المحطور الغربي لإيران نقطة أخرى أكثر أهمية في هذا المجدل وضع داخلي لإيران متأزم قبل شوية حضرتك ذكرت مسألة جيش العدل وبلوشستان وأيضا لا تنسى مناطق المتواجدة فيها الأحزاب الكردية يعني إذا فكرت أن تخوض حرب ربما هذه الأدوات تتحرك بشكل أسرع وأخوى أيضا نقطة كل شيء مهمة الموقف يعني بالنسبة لك عمل عسكري إذا أرادت تجازف في هذه النقطة إيران أنا أعتقد أنها ستجازف في نقطة أكثر أهمية وحساسية بالنسبة لها ستفقد عامل جدا من وهذا من المؤشرات العسكرية الواردة أنه ستخوض حزب الله حرب مع إسرائيل وربما إسرائيل متهيئ لخوض هذه الحرب وسيقود الورقة الثانية بعد حماس أي معنى مسألة التأثير على المتوسط سيكون فاقد استفادة أو بنفة المنفعة من هذا الموضوع هذه نقاط تجعل يعني إيران تغطوي الضربة ربما ترد بشكل يعني معقول لدواعي المعنوية ولدواعي التعامل بالمثل ولكن إن ذهبت إلى الخيار والسيناريو الأول فهو يعني عواقبة كثيرة على إيران لا سيما أنه التوارف انتحت في جولان الروسيا نصبت موقع قيادة حتى ليس التماس ما بين سوريا وما بين إسرائيل الأمور معقدة جدا وفيها غموض كثير أستاذ أحمد ولكن المؤشرات يعني حقيقة مرتفعة مشترات توتر وربما الذهاب إلى يعني تصعيد الحرب الأقليمية حقيقة مرتفعة حقا لكم موسيقى 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 موسيقى